اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلدية والزراعة اهمية الدور الذي يقوم به مجلس امانة العاصمة في متابعة وضمان سير اعمال المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة في محافظة العاصمة جاء ذلك خلال استقبال وزير شؤون البلدية والزراعة للمهندس صالح طرادة رئيس مجلس امانة العاصمة وعضاء المجلس لبحث مجمل الموضوعات المتعلقة بتعزيز تطوير المشروعات البلدية في محافظة العاصمة ونوه الوزير بدور وجهود مجلس امانة العاصمة والمجالس البلدية في متابعة المشاريع الخدمية وكل ما يخدم المواطنين والمقيمين في البحرين واستعرض الاجتماع مستجدات مشروع تنمية المدن والقرى كما تم مناقشة تطوير نظام الزار رخص البنايات واهم الاجراءات المستحدثة فيه ترجمة نانسي قنقر